السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا إخوان عساكم طيبين إن شاء الله وتكونوا بصحة السلام بل في خير أول شي صلوا إلى رسول الله اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله مقتان اليوم كيف تجيبون السروال الأسود بدون شاحنة البانكر وبدون أي تعب بخطوات سهلة وبسيطة وراح تحصرون على السروال الأسود بكل بساطة لا أطول عليكم في مقدمة المقطع أهم شي لا تنسونا تشيكون على جميع الرابط اللي في الوصف ولا تنسونا تخشون مجري كذلك بظهر لكم كود الاتومشوب فأتمنى الكل يدعمني في فورتنايت وإذا حابت تابعني عن طريق السناب بحطر لكم البر كود ظاهر أمامكم في الشاشة وبس هذا اللي كان عندي فقبل أن نبدأ لا تنسونا الاشتراك والنشر اللايك والدستايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخلنبدأ في خطوات القليتش ورجعنا لكم مرة ثانية يا أساطير أول شي حاب أقول لكم عن المتجر حقي وفرت فيه الخدمات فإذا حابت استفسر عن أي خدمة من الخدمات بحطر لكم الرابط تحت في صندوق الوصف راح أقول لكم متطلبات وبعدها راح نبدأ في الشرح طبعا راح نحتاج مهمة تحملونها ورابطها تحت في الصندوق الوصف عشان تقدرون تجيبون السروال الأسود ويكون معاكم صديق ساعدكم عشان تجيبون السروال الأسود وبعد كده هو يدخل وتساعدونه عشان تجيبون أنت وهو السروال الأسود تمام تمام بعد ما حملنا المهمة بهذا الشكل نضغط Start وبعدها نروح Online وبعدها Jobs وبعدها Play Job وبعدها نروح Book Market وبعدها راح نروح عند هذه الكلمة Last Team Standing نضغط عليها X وبعدها راح تحصلون المهمة بهذا الشكل اسمها Jagger Black تمام الآن راح نضغط عليها X وبعدها X وندخل المهمة ونرسل لصديق عندنا ممتاز الآن دخلنا المهمة وأرسلنا لصديق طبعا هذا الجهاز الثاني حقي يعني الـ ID حقي الثاني أنت ترسل لصديق عشان يساعدك في الخطوات الآن ما راح نسوي ولا شي في هذه القائمة على طول نضغط Confirm Settings وبعدها نضغط Play نبدأ المشن بشكل طبيعي حلوين الآن يا حبايب بشكل طبيعي جدا راح نضغط ردي على طول وكمان صديقنا اللي معانا يضغط ردي بهذا الشكل حلوين الآن زنتوا شايفين جابنا في هذا المكان الآن يا أخوان راح أنزل من السيارة بشكل طبيعي تمام بالمثلث وبعد كده راح تشوفون أنه أنا عندي طبعا اللي هو السروال الأسود تمام وصديقكم كمان يعني راح أجيبوا كده بسروال ما أدريش وضعه تمام تمام ما أعلنهم هذا الشيء أهم شيء إحنا لنا بالأساسي حقنا الآن يا أخوان بعد ما يعني نزلنا من السيارة راح أعلق على Touchpad وبعدها Style وبعدها الكلمة اللي هي رقم 14 خلاص أقلب فيها بهذا الشكل خلاص يا حبايب لين تجيني تحت الدائرة البرتقالية اللي في اليمين لمدة دقيقة واحدة تمام يعني تسويها أنت لمدة دقيقة وهذا الشكل شوفوا جات الدائرة البرتقالية الآن يا أخوان بعد ما خلصنا ندبل كمان يعني شويات كده ندبل 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 خيار رقم 14 وكذلك يعني عندك اللي هو خيار رقم 16 تمام؟ تمام يعني تحاول أنك تعدل كده بحاجات بسيطة بهذا الشكل وبعدها دائرة دائرة وترفع الجوال وتضغط X مربع X والآن راح نرسبن ونشوف إيش راح يصير معنا يا أسطير بشكل طبيعي كده يكون أمتلكنا السروال الأسود بخطوات سهلة وبدون أي متاعب الآن راح نشوف ممتاز رسبا معانا السروال وبشكل طبيعي هذا هو السروال الأصلي وبكذا يا أخوان يكون جبنا السروال الأسود الأصلي وراح أتأكد لكم في محل ملابس عشان نوريكم أنه هو السروال الأصلي اللي من شاحنة البانكر يعني الناس اللي تواجه مشاكل في شاحنة البانكر أنه ما تقدر تحل المهمة أو عندها صعوبات أو ترسل لواحد خلاص تحمل المهمة وتخش مع سفر عام وترسل لي أحد ممكن لأحد دخل معاك أول حركة وطلع فقط أو مع صديق تمام يا أخوان تمام الآن بتوجه لمحل الملابس وارجع لكم مرة ثانية والآن جينا لمحل المنابس الآن يا حباي بهذا الشكل على طول راح نروح عند أي مكان في هذا بهذا الشكل نضغط سهم يمين طبعا لو تلاحظون شوف نقدر نعدل على السروال وما راح منه ولا اختفى أي شيء تمام يا أخوان تمام الآن راح نروح عند طبعا الشوز نختار أي شيء يعني من هذه الأشياء زي انتم شايفين ما اختفى معانا أبدا ونهائيا يعني لو أحط أي شوز من هذه الشوزات زي انتم شايفين السروال الأصلي بكل بساطة تمام يا أخوان تمام حتى لو حطيت غلافز ولا حطت أي شيء كذلك يعني يبقى السروال معانا بهذا الشكل وطبعا هذا الدرع الأسود يمديك كمان تدمجه على أي لبس إذا أنا إن شاء الله سويت مقطع قادم لللبس الولد راح أدمج معاه اللي هو الدرع هذا الأسود وبكذا يا أخوان يكون إحنا هنا انتهينا من المقطع وأتمنى إذا المقطع نالعجابكم كان عليكم سهل وبسيط أهم شيء لا تنسى تحفظ اللبس تضغط ساهمين وبعدها مربع وتحفظه عندك في أي مكان لأنني عندي فل ما راح أقدر أحفظ إنت أحفظ إذا تبغى السروال الأسود وبكذا يا أخوان يكوننا انتهيت من المقطع أتمنى إن كان المقطع كان عليكم سهل وبسيط ولا تنسوني بالدعم واللايك والنشر والاشتراك وأي سؤال أو استفسار جميع الرابط في الوصف ونشوفكم في مقاطع جديدة في أمان الله